تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 675 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 266 تن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 45 طن وفي مجالي عدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 181 طن وفي مجالي البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط أكثر من 23 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 17 طن وفي مجالي قضايا المخابز تمضبط 480 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغيش الأعلاف تمضبط 15 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 356 طن المترجم الآن اشتركوا في القناة